انتصف موسم الشتاء مع ما يحمله من فيروسات ما عادت أجساد المواطنين تتسع لها من رشح وإنفلونزا وعوارد فيروسات بتنا لا نميزها من بعضها فتزايدت حالات الإصابات بفيروس H1N1 أو ما كان يعرف سابقا بإنفلونزا الخنزير وشهدت المستشفيات دخول أطفال مصابين بفيروس رتة فما هما هذان فيروسان وما هي العوارد كلين منهما؟ تبين عنا السنة من أول يوم بالسنة 2016 لهلأ 25 حالة أطفال روتا فيروس وتم علاجهم بالطريقة العادية الروتينية وظهروا على البيوت بس روتا فيروس هو مرض بصيب الجهاز الهضمي وبأثر أكتر شي عند الأطفال بحالات من الإسهال الشديد وارتفاع بالحرارة وعلاجه سهل جدا وما في سبب أبدا للخوف كيف بنلقى هذان فيروس الروتا من وين بيجي؟ حقيقة هو أكتر شي بنتقل من وراء الإيدان إنه ست مثلا بتكون عم بتحضر الحليب أو المي بيكونوا إيديها من بعد غيار للطفل ما كتير غسلت أكتر شي تواجد السكان الكثيف يعني لما يكونوا فيه أشخاص كتير موجودين بنفس المكان للحقيقة هو نظافي H1N1 هو فيروس بيضرب الجهاز التنفسي وهو بالضبط غريب وغريب شديد بيكون بيبين عند الشخص حرارة مرتفعة وسعال شديد وأنحطات وإجمالاً اليوم صار فيه له فاكسين وفيه له كمان دواء المعروف بالسوق صار مثل مثل الإنفروانزة يعني؟ مثل مثل أي غريب عادي إنما غريب شديد وزارة الصحة أصدرت بيانة توضح فيه للمواطنين الإجراءات الوقائية المفترض اتخاذها في فصل الشتاء أو بالأحرى في فصل العدوى خاصة مع ازدياد حالات H1N1 وهنا نسأل رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة دكتورة عاتيكا بري عن فيروس H1N1 الإنفروانزة H1N1 صار جزء من الإنفروانزة الموسمية وما بقع من ساميه إنفروانزة الخنازير من وقت جائحة الإنفروانزة اللي حصلت بالألفين وتسعة الجريب في يونس بتوفيت هلأ بتقولي لمين اللي بيتوفق أكتر؟ طبيعي النساء الحوامل أكثر عرضة للمضاعفات يعني ما بديقول أكثر عرضة للوفاة الأطفال الصغار اللي عندهم أمراض ربو سكري الكبار بالعمر اللي عندهم أمراض قلب أمراض مزمنة المدخنين كتير لحد هلأ عنا ثلاث حالات ثلاث حالات وفات من الفروانزة نعم وأسبابها كانت H1N1 مقارنة بالسن الماضي نحن عنا بعدنا ضمن نفس الريد طبع الوفيات يعني السنة ما طلع أكتر وعن فيروس رتا الذي يصيب الأطفال بكثرة في هذه الفترة هو موجود ومن زمان موجود وبعضه موجود ونحن كوزارة صحة ما عنا بإبلاغاتنا نحن عنا لقحة الأمراض الانتقالية حوالي 43 مرض الروتا فيروس منه من ضمن يعني عشان هيك بدنا نطمن الناس أنه لأ الروتا فيروس منه هالشي الخطير إذا عرفنا كيف نتعامل معه يعني بالآخر أي أسهال حد أي أسهال حد بالروتا أو بغيره إذا عرفنا نتعامل معه بشكل عام بيكون سهل أنه الواحد يشفى منه أما إذا لا تمدينا بالإهمال الساعة أكيد ممكن أي أسهال عادي يتحول يعمل مضاعفات خطيرة أهم التشفاف وبالتالي يؤدي إلى الوفاة إذن الوقاية تأتي أولا وبعدها عدم الإهمال فالعوارد وإن بدأت طفيفة يجب معالجتها والطبيب يبقى الحل الأكثر أمنا والأسرع لتفادي أي مضاعفات